ورجعنا مرة تانية مشاهدينا لسا مكملي مع بعض فقراتنا هناك حلقة انتقالية بتمر بيها مصر بتشغل الرأي العام هناك متغيرات كثيرة وأحداث أكتر هناك 350 مرشح للرئاسة عدد كبير هنتكلم كمان عن صلاحيات الدستور هنتكلم عن مصافات الرئيس القادم حكومة الجنزولي هل ستستمر حتى نهاية فترة المجلس العسكري نكلم عن أحداث كثيرة جدا حصلة في مصر النهاردة مع دكتور صديق عفيفي الأستاذ الجامعة وعضو الهيئة العية لحزب الوفد صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم صباح الخير يا دكتور ومنورنا في نهارك سعيد وخلينا نبتدي على طول بالدستور الدستور ما بليش قاوة دي معلش ما هو يعني حقيقة الناس كلها تتكلم عن انتخابات الرئاسة والناس كلها تتكلم عن حاجات كتير جدا ولكن الحقيقة أنه أنا دايما بنقول أنه الرئيس القادم إن شاء الله يكون رئيس حقيقي يعني يخدمنا بطريقة كويسة ويخدم بلده بطريقة كويسة ولكن الدستور هو اللي هيستمر معنا اللجلة التأسيسية اللي هتحط الدستور فندم إيه هي صلاحيات الدستور الحقيقية اللي إحنا محتاجين نفهمها حاجات كتير محتاجين فعلا نفهمها ولا الدستور ده يقولوا عليه أبو القوانين يعني هو الدستور ده زي ما تقولي القاعدة اللي بنبني عليها كل حاجة وهي اللي بتحكم العلاقة بين الأطراف المختلفة في المجتمع يعني العلاقة بين القاضي والوزير العلاقة بين المواطن والحكومة وهكذا والرئيس الجمهورية ده سلطته إيه والوزير سلطته إيه ولوزير رئيس الجمهورية ده غلط نحسبه إزاي ومن اللي يحسبه وكيف يعزل رئيس الجمهورية كل الأسئلة الكبيرة أو دي اللي بينظمها الدستور الدستور عشان كده بنقول اللي يضعوا أو يصمموا لازم يكون الشعب كله بس مش معقولة هنجيب الخمسة وتمانين مليون يعودوا في مدان ويحطوا الدستور فنختار لجنة تعمل مشروع الدستور واللجنة دي تعمل مشروع الدستور وتعرضوا للاستفتاء على الشعب على الخمسة وتمانين مليون بقى يقوم يقولوا آه أو لا مفيش فرصة أمام الخمسة وتمانين مليون أو خلينا نقول الخمسين مليون اللي هم مليوم حق التصويت يعني مفيش فرصة فيهم يناقشوا ويعدلوا هيقولوا يا آه يا لأ فغالبا بتبقى نعم يعني فعشان كده اللجنة دي درها خطير جدا لأن اللجنة دي اللي هتقوله هو اللي هيمشي في الغالب مش في الغالب فالأكيد يعني فمش عايزين اللجنة دي تمثل تيار سياسي معين أو مجموعة من الناس معينة أو حزب معين أو حزب معين وبالتالي نحب أنها تمثل كل أطراف المجتمع عشان الدستور لما ييجي ما يبقاش محطوط لصالح فئة من الناس مظبوط ومصر فيها فئات كتيرة يعني وأحزاب كتيرة حاليا مجلس الشعب على سبيل المثال السبعين في المية فيه من فصيل ديني معين الفصيل الديني ده لو هو اللي سيطر على الدستور يمكن يحط بنود في الدستور تتمشى مع مصالحه لما تيجي انتخابات جاية ربما الفصيل ده يطلع من الأغلبية ويجي فصيل تاني يبقى هو اللي في الأغلبية هيقول بقى غير الدستور تاني ما ينفعش يبقى لازم ان احنا نشوف كل الأطياف وكل الفئات تمثل يبقى بيمثلنا كلنا فعلا يمثلنا كلنا فعلا يعني يمثل الإسلاميين ويمثل الأكبط ويمثل النوبة ويمثل سيناء ويمثل الصعيد ويمثل البحر والمثقفين والعمال كل الناس طب ده هنعمله ازاي فالمشرع قال في الإعلان الدستوري ان أعضاء مجلس الشعب والصورة المنتخبين هيجتمعوا عشان ينتخبوا هذه اللجنة التأسسية وسكت كلمة ينتخبوا اللجنة التأسسية اللي هتحط الدستور احنا قلنا بقى اللجنة دي دورها مهم جدا لأن اللي هتحطه في الغالب الشعب هيقول علينا نعم اللجنة دي تنتخب منين هل من أعضاء مجلس الشعب والصورة ولا من خارج أعضاء مجلس الشعب والصورة ولا نعلن عنها والناس ترشح نفسها وننتخبوا برضو المعلومات قليلة زي كل مار العلاج الدستوري سكت عشان كده نشأ الخلاف الحالي ويبدو أن الحوارات والمفاوضات اللي حصلة دلوقتي هتنتهي إلى أنه 40% هيبقوا من داخل البرلمان و60% من خارج البرلمان 40% من البرلمان احنا عرفناهم هنعرفهم هنختارهم من ضمن الناس دول 60% نجيبهم منين فبنقول من النقابات ومن الاتحادات الغرف التجارية ومن الجامعات ومن أساتذة القانون الدستوري الناس دول كلهم طيب دول لو حصرناهم هنلاقيهم ملايين كثير قوي طب نختار منهم ازاي يعني النقابات مثلا عندنا عشرات النقابات طب ده انت جاء وجبت بس رئيس كل النقابة هيوصلوا أكتر من ستين يبقى لازم هنقول نقابات هتيجي ونقابات مش هتيجي طبعا هنعمل انتخابات بين رؤساء النقابات عشان نختار منهم كل ده ما هوش واضح لأن الاعلان الدستوري قال الجملة اللي أنا قلتها في الأول دي وسكت عشان كده في خلاف إنما يبدو يبدو إنه برضو هم هيتفقوا على ثلاثة أربع نقابات مهنية هي اللي هتمثل يعني نقابة المحامين نقابة المحاسبين أو التجاريين نقابة الأطباء نقابة الصيادلة نقابة العلميين هذه خمس نقابات كبيرة أو يعني ممكن دول الرؤساء النقابات بتاعتهم هم اللي يدخلوا الهيئات القضائية لازم تمثل أسجد القانون الدستوري بعض الناس بيتخيل إنه لازم اللجنة دي بقى كلها أسجد القانون الدستوري وده غير صحيح لأنه مش حكي أستاذ القانون الدستوري بيعرفنا إيه ده ستيري التانية فيها إيه بتاعت الدول التانية وبيعرفنا أصول كتابة الدستور إيه لكن هو مثل اللي بيقرر المبادئ اللي إحنا عايزينها في الدستور يعني هو حياسوقها صحيح إحنا بقى الناس عمومي الشعب هما اللي يقولوا إيه هي هذه المبادئ بظن أن يوم السبت حيكونوا اتفقوا على كل القواعد المختلفة اللي كان يجب أن تكون محطوطة من الأول ومتفسرة طيب دكتور صديق يمكن المشهد العام في مصر المرحلة الانتقالية بكل ما فيها من اختلافات وتقلبات ومشاكل إزاي ممكن نخرج منها بسلام وبأقل خسائر زي ما بيقولوا لأنه بيقال على الاقتصاد المصري إن هو دلوقتي بيمر بمرحلة خطيرة جدا تعليق حضرتك إيه على الموضوع ده هو كل اقتصاد المصري بيمر بمرحلة خطيرة جدا دي مسألة حقيقية يعني حقيقية لأنه المسكين الحكم ما هماش قادرين يدوروا يمشوا السفينة كويس يعني إذا كنا احنا البلد دي عبارة عن مركب فالمركب دي بقالها ربان بيقودها وليها أفراد مختلفين كل واحد لاختصاص ويدوروها يبدو إن الوضع ده ما هواش متوافر يعني المجلس العسكري اللي هو أعلى سلطة حاليا في البلاد واللي الشعب قابل إنه يدير البلاد المجلس العسكري ده طبيعي خبرته ما هيش كلها سياسية خبرته طبيعية يكون عنده مواصفات عديدة يعني هنبقى نذكرها خلال الحلقة يعني ودي بظن إنها مش متوافرة والنتيجة هي اللحبطة اللي احنا حصلين فيها وبدليل إنه كتير من القرارات اللي أخذها المجلس العسكري تراجع عنها تاني تحت ضغط الشارع يعني هو يعمل قرار الشارع يعمل مظاهرات واعتصامات يقوم يتراجع عن هذا القرار فحط مبدأ الحقيقة حط مبدأ خطير إن شوية ناس يروح يقطعوا السكة الحديد في قنة يقوم يروح لهم رئيس الوزراء وقلهم طلباتكم ايه نعملها لكم وناس يقطعوا الشارع مش عارف الزراعي فين على الطريق الساحلي وهكذا يعني وجملة الاقتصاد المصري بيمور بخطر دي جملة بنسمعها من أول استوار والسبب هو عدم الكفاءة بتاعت إدارة المرحلة الانتقالية لأنها كل واحد عايز يشوف هو يكسب ايه أو يحقق ايه وما يقعش في الغلط فالنتيجة إن احنا الجرأة مطلوبة الحسم مطلوب ممارسة السلطة مطلوبة كل ده واضح إنه ما هواش بيمشي بالشكل يعني خلاك شايف إنه نقطة الضعف دلوقتي هي إنه عدم تفعيل القرارات اللي بياخدوها أوصاد تجمهر الناس نقطة الضعف الرئيسة هي إنه نقطة الضعف ولا عندها الرؤية عندها التصور اللي عايز نحققه واللي يتطابق مع الثوار أولهم تاني يعني لازم اللي يمسك البلد ده يبقى عنده أولاً خبرة وقدرة خبرة مثبتة إنه يعرف في دير مش ما يعرفش لازم يعرف في دير نقطة الثانية إنه يكون عنده تصور للبلد دي عايزة تروح فين وتكون هذا التصور متطابق مع أهداف الثوار يعني الثوار كان ليهم أهداف ما نقطة بالمجلس العسكري وبالحكومة إنه هم يحققوا الأهداف اللي الثورة قامت من أجلها يعني هاي أهداف الشعب المصري كله يعني حضرتك بالزبط كده إحنا قلنا دي ثورة شعب الشعب ده جاب الإخوان اللي هم كانوا معزولين ومتعذبوا في السجون طيب جابهم حطهم في مجلس الشعب أنا عايزك بقى في مجلس الشعب تحقق الأهداف بتاعتي بالزبط جابك يا جنزوري بعد ما كنت بقى لك عشر خمسة سنة قاعد في الضل ما بتعرفش تكلم أنا عايزك الأهداف اللي أنا عايزة حققها واضح إن التطابق ده مش موجود بين أهداف الثورة وأهداف الناس أو على الأقل اللي هم مش بدركين هذه الأهداف الإدراك الجيد طيب دكتور صديق حضرتك عضو في حزب الوفد وحزب الوفد الحقيقة كان ليه مواقف متضربة أحيانا في تحمسه لبعض المرشحين في الأول كان متحمس لعمر موسى وبعدين تحمس لمنصور حسن وبعدين الشعب ومصر كده كلنا أوقات بنحس إنه حزب الوفد متحمس أكتر للإخوان أو بيفضل الإخوان أو مع الإخوان بما إن حررتك عضو في حزب الوفد إيه لي بيحصل بقى وليه التزبزب ده وحزب الوفد مع مين ده سؤال الحقيقة جيد جدا والأحزاب السياسية كما تعلمي هي من أحزاب بيبقا لها ثوابت مجموعة من المبادئ اللي بتمشي عليها والمبادئ دي لازم تلتزم بيها في كل قرار هي بتاخده في برحلة من المراحل تصور حزب الوفد أو هكذا كان الرأي يعني إنه ما يصحش نقسم البلد قسمين قسم التيار الديني وقسم التيار المدني أو الناس اللي بتحررين زي الوفد والكتلة والناس دول فكرة إيجابية جدا فيستحسن إن إحنا نتحالف مع بعض يبقى ده تحالف ونؤكد إن التحالف ده ليس ديني فنقول ده التحالف الديمقراطي يبقى الإخوان مع الكذا مع الكذا حوالي كان أربعة أربعين حزب يعني تحالفوا مع بعض حتى لا يشق الشعب وحتى لا تشق الدولة طبعاً ما يبقاش ناس ضد أعمل تقسمش وقت بقال حذرتك لما جات الانتخابات بقى لما جات الانتخابات أحس بعض الناس اللي في التحالف ده إن هم أقوياء في الشارع عن الآخرين فلما جم يرشحوا الأعضاء في الانتخابات ابتدى شاعر نفسه بالقوة شديدة ده عايز ياخد الكيكة كلها يعني وبالتالي حزب الوفد تراجع بعض الاحسابات وقال لك لا أنا أنا هنزل لوحد себе يعني أنا مش هنزل هلعب لوحد لما لعب لوحده كان اللعب ده أو كلمة يلعب يعني يدخل المنافسة يعني وسأقصدنا لعب يدخل المنافسة لما دخل المنافسة لوحده كان الشعب آخر انقسم بين ناس يؤيده الدين وع размер ربّنا و Invest وناس تنين. يعني مش عايزة اقول الناس مش بتعرب بنا. لا تقرب عن كلنا كلنا بتعرب بنا. كلنا بتعرب بنا. لكن هو الناس يا استاذة كانوا في حالة من الزهق والضيق والضنك بعد تلاتين سنة. ايو. من القهر والظلم والناس مش لقى يعيش والناس بتقفى طوابير والناس مش لقى نبيج. فالناس دي في الحالة دي بتقول ايه الشعب يقولك يا رب عايزين ربنا. اللي يقول ربنا هننتخب. ده رجل بتاع ربنا. نعم. ان شاء الله. ونضرب. ده اللي حصل بقى. اه. ده اللي حصل فعلا. اه. اه لو احنا هم عايزة تعرب بنا. فده وكأن الوفديين او انت المسج الديمقراطي او كل الاحزاب الاخرى يعني. اه. ما هماش بتعرب بنا. لا بس اوما كانوا بيشتغلوا بيشتغلوا على نفسهم اكتر طول الوقت يعني. اه. زي ما بيقولوا. بس عايزة. لا معليش سادة. بس حالة دك ما قلت ليش حزب الوفد حاليا بيقايد مين? اه. بعد كل ده. حزب الوفد حاليا في حالة. اه. لانه هو ت خبط في بعض المواقع. ففي الاخر عايزين نعرف هم عمين. عزب الوفد لانه حزب دي مقراطي. اه. دي مقراطي. بمعنى القرار بيتخذ بالتصويت. وبشكل دي مقراطي. ايه. فالنتيجة انه يبقى دايما فيه رأي ورأي معارض. زي بالزبط فاحنا بنبقى في مجلس الشعب رأي ورأي معارض. ففي البداية كان فيه توجه لدى فئة من الهيئة العليا ان هم يقيدوا السيد عمر موسي. اه. في فئة تانية لا تقيد السيد عمر موسي. ايه. النتيجة لما اتعمل التصويت وانا كنت حاضر هذا التصويت. اه. لم يحظى السيد عمر موسى بتأييد الهيئة. تمام. ده مش عيب. مش عيب. ده بالعكس حاجة كويسة جدا ان احنا نسبت. اه. ان احنا ناس ديمقراطيين. اه. والآلية ديمقراطية. وانه فيه اراء مختلفة. وانشوف في التصويت. فلما لم ينجح السيد عمر موسي فيه كاسم يعني مش هو اللي جهي يعني. ايه. كاسم. انه يحظى بالقبول ده. تبتدوا يفكروا في ناس تانية لانهما ما كانش الحزب. الحزب واخد قرار انه مش هينزل مرسح يعني في رياسة الجمهورية. فطرح اسم سيد منصور. حاسم. فلم يحظى برضو بالاجماع بتاع الهيئة العليا وانما كان التصويت متقارب جدا. فحصل قلق بقى. حصل قلق يعني. اما نقصد القلق بقى. القلق بقى يعني مثلا تسعة وخمسين في المية مع واحد وخمسين في المية مع عمره مع منصور وتسعة وربعين في المية مش معه. فبقى فيه شوية قلق والاعترضات. لكن بظنه انه في خلال اليومين التلاتة اللي جايين دول حيكون. هيتم الاعلان. ان شاء الله. والآتي. دكتور صديق فيه شعور داخل الشارع المصري انه فيه تحالف ما بين حزب الوفد وما بين الاخوان وده على امل على الحصول على ست وزارات. ده غير صحيح. طب هل اساسا يمكن لحزب الوفد انه هو يحصل على ست وزارات. اتفضل بقى اكلمني عن السؤال من الاول. انا اقول لحضرتك يعني ده غير صحيح بالمرة ليس هناك تحالف بهذا الشكل. وانما هناك تنسيق بين حزب الوفد وكل الاحزاب وكل التيرات وكل القوة بحيث ان احنا مصر دي تطلع لبر الامان. احنا عايزين نطلع بمصر لبر الامان. حكومة الجنزوري به احنا مش مبسوطين منها شوية. فبقى السؤال هل تمشي حكومة الجنزوري ولا. ولا تستمر الحطانية المقصة. ولا كامل السهرين دول يعني وخلاص. اه برضو في توجهات مختلفة يعني الاخوان المسلمين على سبيل المثال. رأيهم ان لازم حكومة الجنزوري تمشي. اه. لانهم بيسيقوا ادارة البلد ده رأيهم يعني. بيسيقوا ادارة البلد بشكل انه لما اه الرئيس الجديد ييجي ويمسكوا هم بقى الحكومة حيلقوا البلد ده فاش حاجة. يعني ده رادار. خربوها لهم يعني. يقول ان ده رادار كاذب يعني. اه بس. ده رأيي الاخوان. اه. الوافد اللي هي اتفك مع هزي الرئيس. طب وحرك شايف انه اه اه حكومة الجنزوري تستمر اه الشهرين دول ولا شايف. رأيي الشخصي انا. يا ريس. ان الجنزوري يكمل الشهرين دول مش محتاجة. مش مستحملين. مش مستهلة طبعا. سحبنا زخة كتير وما فيش حاجة حصل. كل يوم بنواجه ازمة. صحيح. المدام قبل ويا جاية قالت انا مش عارف اياجي من الزحمة بتاعت المرور. ايه. بقى كل يوم انا قاعد ساعة ونص ساعتين. صحيح. رايح وساعتين جاي يعني شوف التكلفة على المجتمع قد ايه. اه. بقى انا عجلا نجيب امبوبة بتجاز نقعد نوصي وليه ابن عمي هنا وليه ابن خالتي هنا. بقى عش انا جيب ريف عشاء عمل مش عارف. اه لا كفاية كفاية يعني برجالة بقى. احنا عايزين استقر شوية. اه. ويمكن حكاية عايزين استقرار دي هي اللي خلت التصويت على على الاستعدلات الدستورية في اوائل مارس. اه. كان بنعم بنسبة عالية جدا. للناس قالت لك نخلص بقى. نعمل نوافق على العناس بالسرده وتمشي يعني. بس ما خلصوش يعني. يا رب نخرص بقى دكتر. كلنا منتظرين الخلاص. ايه كلنا منتظرين الخلاص ومنتظرين افضل حالة لبلدنا الحبيبة مصر. دكتر صديق عفيفي الاستاذ الجامعي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد. بشكر حضرتك على وجودك معانا ونهارك سعيدة فان. شكرين. شكرا لحضرتك ومشاهدين خليكم معانا لسه فقراتنا كثير. استنونا والفقرة اللي جايب بعد الفصل.